نرسم الراس يعني والوجه ونحدد نقطة بداية الشعر من قدام ونبدي نرسم الشكل اللي احنا نريده للشعر يعني تسريحه للريدحة ومن فوق همه نرسم شكل الشعر يعني وبعدين نمسح الراس هذا الحد ما الراس نمسحه ونبدي نخطط الشعر يعني نرسم خطوط بس لونها فاتح لا تضغطون على القلم هاي المرحلة ابدا لان هي هاي بس جاي نحدد شكل الشعر شنون يصير وبفيديو ثاني راح اكمل لكم الطريقة مرسم الشعر شكل الورموش بالنسبة الي هم مثل علامة الصح بس مقوسة انتو تبدون ترسمون بداية شعراية الرمش من فوق هذا الخط ما الجفن حتى تبين مثل الطبيعي يعني الرمش الطبيعي مثل ما انا دا سويت تستمرون هي تشي طبعا الرموش كل ما تقترب من مدمع العين كل ما تكسر وحسب هو العين اللي انتو ترسموها اما بالنسبة لرموش الجوة فانتو تحددون خط تمشون عالية مثل ما انا مساوية هيش وترسموها بشكل عشوائي وما تكون مقوسة حال تقدرون تتحكمون بالطول والقصر بس هي عادة تكون كثيرة الرموش الجوة وهي حسب العين طبعا اسهل طريقة لرسم الضفيرة اول شي ترسمون خط زيقزاغ بعدين ترسمون هاي بداية الشعر يعني من يم الرأس بعدين ترسمون هذا الشكل اللي هو تقريبا يشبه نص قلب الحب هيش تستمرون ترسمونا مثل ما انا دا سوي على طول خط الزيقزاغ تبدون ش تسوون كل واحدة من هاي ترسمون من فوق من جوة خطوط كل لونها طوخ وتخلون البلوسط تخلونها يعني افتح شي حتى يبين كلام على الشعر مثل ما انا دا سوي قبالكم وتطبقون هذا الشي على كل الضفيرة وها هي كمنا نرسم دائرة ونطوخ هاي الدائرة لان هي هاي اطار العين نرسم دائرة ببطنها وهاي الدائرة اللونها باللون الاسود لان هي هاي بقبق العين هاي هاي دائرة اللي على الجهها معناها اللمعة من فوق نعتم العين لين اكو ظل ومن جوة نخليها افتح بعدين نرسم هاي يعني الخط الفوق مع العين والخط الجوة وبالانمي يطوخونه طبعا هاي عيننا روتو حسب ما طلبت مني بنية يعني من المتابعات انو ارسمها هاي عيننا روتو ببداية الانمي شانت هيج دائرة دائرة صغيرة دائرة صغيرة ثانية ونبدي نرسم هذا القوس مثل ما انا دا سوي وهذا القوس يعني واحد عكس للاخ نمسح داني الدوائر ونبدي نرسم الانف ونرسم خطين طوال داني وها هي احنا كمنا الانف هسا البقعدنا بس نظلل وندمج يعني يصير شك لعبالك حقيقي بكيف وما تريدون تدمجون بايدكم او تدمجون بالكلنسة عادي وها هي اكملنا حلا واليوم رح علنكم طريقة رسم الشفة اول شي ثلاث نقاط ترسمون ويكون بيناتهم مسافة متساوية وبعدين ترسمون شكل الشفة مثل ما انا دا سوي اتتوخون الاطارات الموجودة يعني بعدين تملون الشفة وتدمجوها بالكلنس مثل ما انا دا سوي دائما طوخوا لخطوطه الموجودة بمناطق الظل راح نطوخ شوية يعني مثل ما انا اسوي يعني اطوخ اماكن الظل اللي هي تكون وسط الشفة وندمج دائما ندمج نرسم هذا الخط اللي صاير بين الشفة والانف وندمج ونبقى نسوي هاي الطريقة يعني دائما كل ما نطوخ ندمج بعدين بالمساحة امسحوا على شكل خطوط حتى صروا شون لمعة بالشفة وطوخوا وهي كملنا الشفة